فقال باختصار هو حول مسألة متعلقة بالحساب يوم القيامة نحن نعلم أن هناك أصحاب الأعراف عندهم تعادل في عدد السيئة والحسنة وفي حين كين آية تقول ومن يعمل مثقال ضررة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ضررة شررا يراه تضحك الآيات اللي لم يكن فيها تشي قافية ما تشعر إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشاتا ليروا أعمالهم أجب أعمالهم لهاها وكتي قاديم زيان ألشت بصدلال عين في الأخر والله لا بقي عقل على الزلزال أصحاب الإمشات ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ضررة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ضررة شررا يراه يعني بلية غير كانت يسبق شي طموبيل كانت يسبق شي طموبيل وتسالت ليه يسبقك هو يكمل بوحد طارق ديه ملقاها تماما لا علاقة ذاك النص ما ما عنده تشي علاقة معها القافية مشات في حنكاليس الوحي قال لك السيدي ما هي احتمالية وجود عدد مساوي من السيئات والحسنات إن كان المقياس هو الضراء فبهاتي الدقة حسابيا فإمكانية وجود تساوي بين السيئات والحسنات هي 0.0.0.0.0.1% من هنا نستنتج أن مكان الأعراف سيكون إما فارغ أو ربما فيه شخص أو شخصان في أفضل الحالات السؤال التالي سأطرحه مرة أخرى إلا قنعني إلا قنعاتني إجابتك هذا تيزربني قال لك إلا قنعاتني الإجابة ديالك على هذا السؤال سنسولك سؤال خور ما قنعتينيش صافي يعني ما صدقتيش أوكي هنحاول نقنعك وده بانتايا يعني من نيتك من نيتك تدير الحساب مع الله من نيتك يعني فعلا أنت واخد الله بهاد الجدية هذه أنك تدير معها الحساب الله اللي خالق الأرض الله اللي كان يعني في الراسيد دياله ستيام في الراسيد ديال الله كان ستيام يباش تعرفوا شكل يجيب نصف الماط وشكل يجيب مزيان الله في الراسيد دياله ستيام هاد ستيام غاي صوب بها الكون كامل عرفتوا الكون جحل كبير بلا ما نقول لكم ستيام غاي صوب بها الكون كامل أربع أيام من هاد ستيام خسرها في الأرض وش فهمتوا المصيبة الأرض خسر فيها تلوتي وقت الخلق والبقية كل الأخلقها في يومين هذا جاي أنت تتحاسب معه على تساوة سيئتهم وحسنتهم وغادي يكونوا في الأعراف وغادي يكونوا وشهد الله هذا اللي دير بحل دير بحل شي خدار عنده دك مريحة صحب تتعامل بالميزان لا تتعامل بالميزان والتصور والإخوان تتعامل بدفتار 24 وبالميزان هاتمشيت ما غادي يعطيك دفتار 24 في مكتوبة فيه يعني تتعامل بالكتابة الله ما زال ما وصلوش ديجيطال تتعامل بالكتابة تيعطيك كتاب وتتوقع تقرأ بالكتاب شحال ترتيم سيئة وشحال ترتيم حسنة وتي بدأوا يحسبولك ماشي تتاب الكالكولاتريس أتوقعهم تيحسبوه بالخوشيبات ولا تيحسبوه بالحجار ولا مع الجبريل باش تيخدم ممه قالسين باتي يحسبو لك بواحد الله إنها جوج الله تلا الله هربعة الله هخمسة الله وجادي انت يحسبو فش في الأخير يقولوك تزاوت أحزاناتوك وسيئاتوك 2 لأعراف يعني الله صعيب عليها أناء يعمر الأعراف يعني إعنا نجوا من الأخير ده sta صعيب عليه ما يعمر الإعراف يبدأ يدير لك دوبل دوبل هادي في دوبل هادي ودوبل في هادي معادي دوبل هادي تيجي بهم مقددين يقولك سير الأعراف سير يجيب باراسول وكورسي وقلس تمه شرب فانطا وكورسي فيانا وكوميرا تمه وريح تتفرج ليه في صحاب الجنة والنار ما يديره وشيتي ينكح وشيتي تنكح را ما صعبش على الله أنه يبدأ يدوبل ويقده وخا ما عندوش كالكولاتريس را ما ممكن يديرها وممكن الله قاع يخرج لك يجيك نيشان يقولك تساوت حسناتك وسيئتك الأعراف هتتحاسب انت مع الله غا تشت انتدك تفتار 24 تبقى تحسب وتقول له لا را غلطي في واحد الحسنة غلطي في واحد السيئة وخا تلقى قاع بأنه غلط غا يقولك ديك السيئة ولا ديك الحسنة غادي انضعفها ولا هادي اللا دا ارتيارية أن ونفاقها ما تحيد هادي يقدر يجيب من الحسنة يجيب من الحسنة الكفار ويحط يجيب من الحسنة الكفار ويحط على الأخرين يجيب من الحسنة الكفار هذا القوال بادي يقول الله معروف عليه هات القوال بادي فانت يا معروف وهذا الله اللي معروف عليه هات الخواض هادا قلست تتحاسب معاه 0.01% لم أسميتهش باسم من اسمائه عادية اسميته الميلودي اوكي آخر سؤال للاحق لا طويل بزاف أسف شوف شي حاجة اللي تكون قل وش ما كيبنش لك أنه ليس من العدل أن تعطى رجال في جنة حور العين تبغيت نمشي دباب بدو يدخلوا لي في الجنة والنار أن تعطى الرجال في الجنة حور العين وأنا لا تعطى وأن لا تعطى النساء رجال العين عشان ديري براجل عوينة أصاحبي أصاحبي الله ليس عادل حتى في الجنة شحال عندك هوا دقال عادل في التكس هوا دقال عادل أيد الله كرين وش ما كيبنش لك أنه من العدل تعطى المهم نظروا على شي دير الحور العين أراكم غالطين أراه العيالات تتاهم ما عندهم رجال العين وهدي أول مرة غادي تسمعوه واللي خرج من الدين الصلعومي علود أن العيالات ما عندهم رجال العين فغير يرجع غير مأسوف عليه غير مأسوف عليه ماك تدخل معنا نحن أعلى والتلحور العين سيرق أما نحن باخير نحن سوف يتخشفين أخي الزول خيارة مفرحانين نحن ملاحدة ملتزمين أنت أخي قد يدخل لنا هادي يصير في حالك أنت مشبوه نعم باش نفصلوا المسألة باش نفصلوا المسألة والناس تفهم واللي يكفروا على 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 تدليس ولا على خطأ ولا على جهل فليكفروا على بصيرة أنتم ومن اتبعكم فأمراء امرأتون نديروا بحلروا كل مفتي امرأتون سائلة من وجدة تقول امرأ ما تجوجتش في الدنيا ما تجوجتش ما داقتش العسيلة ما تداقتش لها العسيلة بقات مسدودة ما نعرف علم الله كيف هي الخضار والفواكه المهم ما كانش تلاقح مع الجنس الآخر ما كانش ما كانش وطأ وجماع مع الجنس الآخر دخلات الجنق شنو غنديروا معها في السكوفاح عش غنديروا معها في السكوفاح الناس الراسخون في العلم غايقلك ودي غنجيبوا واحد سيد اللي هتاه هو ما تجوج في الدنيا غادي نعطيوه جوج حوريات اللي جوه فرزقوق ولا سبعين حورية إلا مشا تردق المؤخرة دياله في شي بار ولا في شي قهوة وغادي نعطيوه هادي سيدة هادي اللي ما تجوجتش في الدنيا يعني غادي الله غادي يخدم خطابة أو بمعنى آخر غادي يخدم واد في الجنة فغادي يلسق هادي مع برادر مصباح وغادي مريدنا ما عنده بس لحد الآن تيباني شي منطيقي ياك تيباني منطيقي لسق شي معاشي فرج ضايع مع قاضي ما فرحش في الدنيا فهدي وخايا كينا مشاكل تقنية إن الأخور جيجا جاي مع تروبو ديال العيالات يعطيوه وحدة بونوس ديال الدنيا هي الدنيا مهم ماشي مشكلة نجيو دابا لهاديك الله بدي يلسق أجين تلسق مع هذا أجين تلسق مع هذه أجين تلسق مع هذه في الأخر بقاتها للا بقاتها سيدي وحدة شايطة نقوله احنا غير وحدة بقات شايطة بلا ما مقعوا ندخلوه في الأعداد وشحال ونسبة ودي وحدة بقات شايطة ما لقيناش لها اللينك حافز جنة ما لقيناش ما لقيناش لها راجل فما يمكنش تدير لها القرعة ما يمكنش تدير للمسابقة الكوبرا والجائزة ديالها هي أنها تمشي مع واحد ديجا عنده عيالاتو ديال الدنيا وعندو الحور لعين دكشي يقولوا لها هاكي تولين تي تروازيام ديفيزيو ليندمرها ديجا دوزيام ديفيزيو وتمالينة برومير ديفيزيو هي الحور لعين المراد دوزيام ديفيزيو هاد سيدة هادي تروازيام ديفيزيو غادم خشيها مع راجل وعيالاتو ديال الدنيا شيبول حياة ما ما القادية ما فيه ما يتعاود ديشياد اللي تنقول ده يعني خيب تلتعاود فهاد سيدة هادي والناس اللي متبعين مش حال هادي رهضرت على هاد المسألة غي نسيتوها هاد سيدة هادي تيصوب لي الله حوى وير والله الإخوان تيصوب ليه حوى وير تيصوب ليه رجل من رجال الجنة حوى وير يعني رباني بشتهي تمتع لإنه حوى وير زع ما حور العين ولكن راجل يعني واحد روبو روبو كوب واحد روبو كوب بشتهي لإنه ما يمكنش لإنه الجنة ما فيهاش العزوبية الجنة ما فيهاش العزوبية الجنة فيها السكوفاح من أكبر نعم الجنة هو السكوفاح فما يمكنش وحدات بقابلاش إذن الله تيصوب لها رجل من رجال الجنة تيصوب لها رجل يعني تيصوب لها واحد واحد دمية ديال الجنس تيصوب لها رجل هاد شي غايد خلنا في مشاكل تقنية كنت أياد ديجا هترتعليها ولكن نسيتوها هو ده بكي غادي نديرو طبيعة ديال هاد الحوايوير غادي تكون يقينا مختال فعلة طبيعة ديال لرجال الدنيا كي نقول لماك الراجل ديال الدنيا عاش في الدنيا خرا في الدنيا حزق في الدنيا جهد في الدنيا بيل في الدنيا عاش ربما في القرن 12 عاش ربما في القرن 20 كان ربما عنده آيفون كان ربما عنده حلوف عنده قرداء عنده هذه المهم عاش عاش بمشاعير ودم ولحم ومصارن وازمة قلبية ودياليز وكونسيرو يا وقا ضيب وصابون بلدي وش حال من الحاجة يعني يرى نفسه ودم وعصاب وعواطيف وابتسام وإحلام لكن الحوايوير راه روبو كوب ديال الجنس يعني مصوب باش يمتعد سيدا دي ما عنده لها ما عاش حياة قبال كيفاش هاد مستوى منحط واجه ما بغي ديش سيدا تمتع في الجنة في الجنة والجنو واحد قل لك مستوى منحط بغي هو يتبرع الحور العين والعيالة يمشي ويموت ويفرق عليهم الله الخيار ولا إني واحد لا إنساني منك مكان خلينا نفرحوا الصلعوميات باش يعرفوا فين غادي فهنا غادي نطيحوا في مشكل تقني كبير غادي يخسرها يفورماطي لنا البيسي دي للرب العالي هو أن كينجوش احتمالات يا إما هادك روبوكوب يعيش هاد السيدا دي في الأحلام أعتيرا غادي يكون تصور هاد السيدا مع الحواوير دابو الحواوير سمصوب الله يكون بسكريبتي مزيان تيح عرف اكزاكتو مو كيف يش يتعامل مع المرأة مش مع بحال برادر مصباح لنا برادر مصباح ما يعطيوش ديكور ديال السكس منها يتخلى الجنة برادر مصباح رف جنة ودير جلب في بنس نانو وقالس ما عادي هو هو شنو شنو هاي تبدل فيه اي فورماطين الله يردو بحال جوني سينس رغا يدخل لشي النهر كوي بحال و بحال في الدنيا عادي هاي يدخل بحال بحال شي حمار هاتي يطحن بحال شي حمار ما فهد هاد هي غادي تلاقمها هاتي داك داك اللي غادي يفرحها أنها وما تجوجدش في الدنيا وطلع لها الجوك أن كل شي تفرق وعطاها الله حوى وير اي نتبراع يعني داك شي اللي تتفكر فيه المرات يوجدو لها تقيسها في المناطق الحساسة كما هي بغايت تأتي أورغازم روحاني يا صاحبي تأتي أورغازم دي الملاكوت الأعلى أدين الرب قد تقول لي أنت 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 ربي وأنا عبدوك خلينا من ذاك الخراطو دي للدنيا غا تكفر السيد بسبب وهذا شي دائما السيد لا ينتان السيد صاحبي روبو كوب ما عندوش عندو فياقرا ربانية يعني هو متصي بالقامة يأمشي من 24 سويسات دي مخدام وتي تبدل عليها مرهق مرهق على حسب الإحساس ديالها اليوم أبغى شوية دي الخشونة تيولي خشين معها تيركب ليش موسطاش شوية أبغى النعومة تتحول تيولي ناعيم وهدي وشعيار من هنا وهدي وآنيق مسكريبتي سكريبت سكريبت رباني كتبو الله في لوحة مهم ما نخسرو ده بالفيلم كتبو الله في الكمبيوتر ديالو برمجو فإذا باش غيوقع أن العيالة الآخرين غيحسوا بأن طلعت معهم طلع معهم الحنكال يصرباني طلع معهم تلقع مدوزة العداب الآليم مع برادر عبدو العاليم في الدنيا تتنج أنها مسكينة تدخل نهار دخلات تلقات برادر عبدو العاليم تنكح الحور العين وتدر لها دك النكاح ديال أربعة ريال ديال أربعة ريال وهذه رمشي تخويرها سنكسنك هذه رمشي تخويرها الله الله تخويرها حمقة حيزيقية فهذه سيدة هذي مسكينة تدتشوف بهذه كمولة الحوووير ستريد تقتلها الله يجي فرحان قام مع الباله الله حيث الله مكلم ما ستعرف دك العراضات اللي تدير لله ديما دير عقيقة ولا شي عجل تعرض على المؤمنين يجي ورية حمعة شوية وديما جاي العيال الدير المظاهرة تحدى البرلمان ديالله وابغي نحووير وارات تق هرنق زيد على هذا أن السيدة مع الحوووير ديالله عايشين الرومانسية دائما ديما الرحالات والصفار والدوران والقصار وهادي وبوحدهم الأخرى خاصة تشد النوبة ديالله مليار عمت تتسنى باش توصل لنوبة لأن عبد العالم تنكح كل حورية تنكح عمية مليون عم هاد سير سير جيب صيف جبريل يعود يحل لها يخيط لها الفرج ويجي المهم ما ندخلوش في مشاكل تقنية وهاد مليار عام ويت تشوف سيد عم الحوووير ورات يبغ تندم على النار اللي تتخلق فيه هذا الاحتمال الأول باش ما يفرحوش صحاب الحوووير وشي وحدة اللي قانية دبع على حوووير عندو زوددبل الاحتمال الثاني لكن هل يوجوش احتمالات احتمال الثاني هو يطلع عليها في الرب ديال الارباب ديال الكاف الرأ ديالها هاد الروبو كوب هذا لأنه روبو 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 ما ما تفاجئ هاش روبو صحبي تولي تتحس برأسها معها مع مونيكا ما اعتمي الحاجة من أنت تكون ميكانيكية صحبي ما مكن تشي حاجة نعودوا عليها ديال الدنيا مكن نعودوا قصاص نتبكوا على بعضيات ناغ نخسروا الخاطر لبعضيات ناغ نعودوا مشاكل ناغ نجي شي معلومة من الدنيا شي تجارب شي حاجة طرعت شي ويلو ايقرها النهار اللول غتقول اوكي هاد تين كحمزيان المرة النهار الثالث غد بتتغوت النهار الثالث تيعرف غيب ولا تيعرف غيب ما فهد سيدة هاد غد بتتشوف دوك العيالة ديال الدنيا غد تقرص سيدة مريحة مع رجلها مثلا شي فاتحة مريحة مع رجلها مع ميلود وميلود تقول لها عقلتي على البقيرات عقلتي ودبحنا ديك البقيرة الله عز وجل والله هذي كيف اشتغلت للزنق والله هذي الفقيرة كمت بحتياش وديتها للجامع والله كرة السيئة ديال كتر من الحسنات وكرة نيدة ما معرفين والله هذي الفقيرات والحم ديال بدأ يتحك القصار والسيدة قلس مع مونيكا صحيح وغدي تبدأ تفكر ده برد تقدر تصبر سيمانات قدر تصبر سيمانات قد تفكر مسكينة وشانا غانبقى هنا مع مونيكا الى ما لنهاية وقت غير محدود الى ما لنهاية وما يمكن شي واحد تم يموت شي راجل تموت له مرت وتم شي هي و هنا غدي فكيم مدرنا يعني العبرة من هاد القصة هادي هي ان المرة مخورة مخورة في الجنة كيم ما بغي تدير يا تخويرة ربانية كبيرة قد يضرب كم كامل الى ابعد ابعد الحدود ما كانش ما كانش الربح الربح ما كانش كان غير خسارة اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم دلوش دعاب ابو كليبة طيب ان شاء الله سمعت هذا الفاسق العاهر الزنديق الخبيث المسمى كافر مغربي وحاسى لله حاسى لله ان يكون اهل المغرب اهل الاسلام الذين فتح الله على ايديهم اوروبا وامريكا والخطب الشمالي المتجمد وجنوب الشيشان وداغستان واندونيسيا وماليزيا المسلم الطاهرة الابيه ان يكون بينهم كافر بل هذا يهودي من يهود الدونمة بل وازداده هم من قتلوا عمر رضي الله عنه وارضاه هذا الكافر الفاسق الفاجر الزنديق الخبيج يحذر النساء من الجنان ونسي الخبيث ان في الجنة للمسلم وللمسلمة ما شاء وما شاءت والله لو طلبت المسلمة ان يكون لها مثل حض الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة من النساء لا اخذت استغفر الله استغفر الله اقصد من الرجال استغفر الله لا اقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حض من الرجال لكن فهمتم العبرة ان شاء الله فهذه السحاقية هذه الاخوات هذه الاخوات وهذه الاخت العفيفة الطاهرة ان يحبت هن أصلا لا يفكرن في الجنس سبحان الله والله عقله في الجنس الأخت حسبها في الجنة أن تقرأ آية الكرسي فآية الكرسي بمثابة مئة ذكر في الجنة بل ولها حلاوة وطراوة وقلاوة أكبر من جنس الدنيا ولو اجتمع فيه قضي بردل واحد كما سأل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وكان يوما فيه من الشدة الكثير على الصحابة رضي الله عنه وارضاه هم كانوا في جهاد وبدأ الصحابة ينظرون إلى بعضهم البعض لأن الشدة بهم الحر والشدة بهم الشوق إلى الجماع فشك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه شك في أبي هريرة لأن فيه القطة والفارح فاشتكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله وقام من مجلسه وترمل فقال ترمل الرسول صلى الله عليه وسلم والراوي هو ابن عباس قال ترمل الرسول صلى الله عليه وسلم وترملنا معه وترمل الأعداء فكان يقول ويأتي اليهودي ويأتي النصراني ويأتي عباد الشمس والقمر وعباد الأوجان وهم حفاظ عراج يطلبون ذكورنا وكنا نعطيهم الذكر والسهم معه فأعطان الله عز وجل من النعم الكثير نعمة النكاح ونعمة الغنيمة ونعمة الإسلام يسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم يسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء أسقامنا أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الفرج والفرج ويديم عليكم هذه النعمة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم حياكم الله وبياكم وتحياتي إلى كل الأخوات الفاضلات ومن أرسلتي النوج فنوجز في الدنيا بضعفه الله عز وجل نجزات الكثيرة في الجنة إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة